الاخوة جماعة والتالف بيناتن وشبا بكر ذكر عدم التكلف وعدم يعني برز العضلات العلمية وقريت كذي وعملت كذي وتدعال على الناس كذي اخوانك ديل الآن بيقى معدن زي ما بقوله نادر زولة جماعة في السودان سودان ده فيه الطواف الثلاثة وسبعين صاح ولا ما صاح كذي وريني بس طايفة ما فيه وفي ذاته شغل عجيب يعني في شغل ذاته عجيب سيذكر وشيغم الزمل دانا قربتا قع من السلم بيجاي ناس عراية وناس بيجاي كذي واحد جا من المطار الله يسترنا ديل جا استانا ليه ثلاثة يوم موية ما فيه في بلدنا ديك هناك شرق النيل الله يفتح عليها كمان جبتا على المطار ده عظيم تاني فاضل ليه سبع يوم ما في موية ما اقوله يا اخي شغل له كثير يا جماعة علينا والله اخوانك ديل اذا الف معهم ما تشاكلون يا اخي شاكلوا المجتمع ده كله عليك الله وريني واحد بس من اخواننا ديل ما عنده مشاكل في الفريق واحد بس ما عنده مشاكل بيجاي دي زعلان منه صوفي بيغادي ابو ديقن ذاته انصر صنة زعلان منه يتكلموا في مشايقنا وقال لك ما تناقش الحزبين دي جابوا واحد تسي قبل فترة جانا هناك تعبني لك تعب انا اصلا مبتلى بيه لانه الفريق انا قاعد ليه في وسط معين كذب في حاجات بضطرة لها قبيلة وكذب بيجيبوا ليه ناس زعمة وكذب بضطرة شنو فيها في النهاء قلت له الله جماعة امتعبني شديد في النهاء ورديت شبه وكله قلت له الله جماعة انا ماذا ارضيها زمانكو لكن لما يكون الزول عواليق ويكون وسخ ويكون زول عفن شديد ويكون زول خايب ما عنده غير زي الزول له حم الطلق له والشاي الله يتقبل لما يشايه برد وانا شربته وقمته مشايه ولبعد اديته الحق ناس زي ديل ما شفت المجتمع ده بس آلف اخوانك ديل وناصحون ويتحملون واصبر عليهم ديل يا اخو والله خيار الناس يا اخي موسى عليه السلام ده قصته اكتر نبي ذكرت في القرآن قصته صح ولا ما صح بعد ده معا قوته والله هم بارك وما في اي كلام وبعد ده واجعل لي وزيرا من اهلي لان الريف قد عندها اثر هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري ليه كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ده بعاونك اخي تكون كسلان يقول لك لا الليلة نعمل نصيح اخي الدعوة وهم شيء ده تحرص عليه لما انت القصر ما عنده مشاكل في البيت كاتم الشعب ده كاتم الان هذا الله يفرج عنه الناس كاتمين عنده مشاكل بيجيك صاري ضحكوا يا اخي يتونس معاه واصبر عليه بيجيك مرات مفلسة كيف معاه بيجيك مرات زهجان عنده اشياء كثيرة وسمعك كلام تحملوا يا اخي ولا تنسوا الفضل بينكم يا اخي تذكر فضلوا ويدعام المعاب الورع يا عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم قالت لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الإفق زينب بنت جحش وكانت تساميني قال ما فعلت وما بلغك وكذا سأل باللفز قال لا ما بلغك قالت احمي سمعي وبصري والله ما علمت عنها الا خيرا قالت فعصمها الله بالورع ادعام المعاب الورع ادعام المعاب التقوى وادعام المعاب الرحمة والله قال في القرآن يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين ادعام المعاب بانخفاض واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين في سورة الشعراء وفي الحجر واخفض جناحك للمؤمنين عاملهم بالتي احسن واصبر عليهم كذا